ماذا لو قل كذبة أبريل إنه تقليد أوروبي قائم على المزاح يقوم فيه بعض الناس في اليوم الأول من شهر أبريل بإطلاق الشائعات والأكاذيب ويطلق على من يصدق هذه الشائعات والأكاذيب ضحية كذبة أبريل لكن متى ظهر هذا التقليد لأول مرة ولماذا شهر أبريل بالذات وفي أي من الدول كانت بداية ذلك ده اللي هنعرفه في الفيديو التالي النهاردة يرى الكثير من الباحثين أن هذه العادة بدأت في فرنسا بعد تبني التقليم المعدل الذي وضعه الملك شارل التاسع في عام 1564 ميلادية حيث كان الاحتفال برأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس آزار وينتهي في اليوم الأول من أبريل نيسان بعد أن يتبادل الناس هدايا رأس السنة الميلادية الجديدة وبعد أن تحول إيد رأس السنة إلى الأول من يناير كانون الثانية على يد شارل التاسع ظل بعض الناس يحتفلون به في الأول من أبريل كالعادة ومن ثم يطلق عليهم ضحايا أبريل وأصبحت عادة المزاح مع الأصدقاء وذو القربة في ذلك اليوم رائجة في فرنسا ومنها انتشرت إلى البلدان الأخرى ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في الأول من أبريل وبين إيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس آزار من كل عام وفيه يقوم بعض البسطاء بمهام كاذبة لمجرد الدعابة واللهو والمزاح ولا يكشفون عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا في مساء اليوم الأول من أبريل وقد أصبح أول أبريل هو اليوم المباح فيه الكذب لدى الشعوب فيما عدى الشعبين الأسباني والألماني والسبب في ذلك أن هذا اليوم فيه مناسبة دينية مقدسة في أسبانيا أما في ألمانيا فهو يوافق ميلاد الزعيم الألماني بيسمارك وفي النهاية نرى أنه لا يجوز الكذب سواء في أبريل أو في غير أبريل وكذا يكون عرفنا ماذا لو قلت كذبة أبريل دمتم في أمان الله فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وكون شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير شكرا